نبي صلى الله عليه وسلم علمنا وامرنا ان احنا نبدأ كل شيء في حياتنا ببسم الله الرحمن الرحيم حتى بسم الله الرحمن الرحيم العلماء قالونا كده بسم الله الرحمن الرحيم يعني ابدأ بسم الله فكل شيء في حياتنا بنبدأه بالبسملة لكن واحد دلوقتي بيسمعني حيسألني سؤال ويقول انت بتقول لنا ان كل حاجة في حياتنا نبدأ فيها ببسم الله الرحمن الرحيم أقول لك صح؟ هتقول لي طيب ليه سيدنا سليمان عليه السلام لما كتب الرسالة لبلقيس كتب لها إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فبدأ باسمه قبل بسم الله الرحمن الرحيم هل سيدنا سليمان هنا خالف أمر ربنا ولم يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم ولا إيه الحكاية بالضبط أقول لك سؤالك يترفع له القبعة يدل بالفعل على إنك بتحاول إنك عايز تفهم كلام الله سبحانه وتعالى لكن الإجابة حقتصرها لك في نقاط بسيطة جدا أتمنى أن يتوصل لك عشان تستمتع بتلاوة القرآن الكريم السبب الأولاني اللي خلى سيدنا سليمان عليه السلام يقول إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إن سيدنا سليمان خاف بلقيس تشتم الرسالة فلما تشتم حتعود الرسالة على أول مسمى اللي هو إنه من سليمان فقال كده أن أنا أكتب اسم الأول عشان لو شتمت ما يتعودش الشتيمة على اسم الله سبحانه وتعالى لكن تعود على سيدنا سليمان ودي من حكمة وفطانة وزكاء سيدنا سليمان عليه السلام السبب التاني إن سيدنا سليمان أصلا ما كانش كاتب في الرسالة إنه من سليمان أما إلا حصل إلا حصل إن بلقيس لما وصلت لها الرسالة وشافت الهدهد هو واقف وشافت المشهد اللي حواليها ده فقالت الهدهد ده يخص سليمان يبقى أكيد الرسالة دي من مين؟ من سليمان يبقى إذاً كلمة إنه من سليمان ده من كلام بلقيس مش كلام سيدنا سليمان والرسالة من جوة كان أولها بسم الله الرحمن الرحيم فلما شافت الهدهد قالت ده هدهد سليمان يبقى إنه من سليمان ولما فتحت الرسالة لقيت أولها بسم الله الرحمن الرحيم فقالت وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أما السبب الثالث اللي هو احتمال إن سيدنا سليمان كتب على الرسالة من برة اللي هو زي عندنا دلوقتي عنوان أو الراسل اسم الراسل فكاتب إنه من سليمان لكن لما فتحت الرسالة من جوة وجدت أولها بسم الله الرحمن الرحيم فلما قرأت الرسالة من الخارج قالت إنه من سليمان ولما بدأت في الموضوع الرسالة من جوة قالت وإنه بسم الله الرحمن الرحيم يوا إذن سيدنا سليمان ما كتبش أصلا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وإنما هو من كلام بلقيس التي آمنت بالله سبحانه وتعالى بعد ذلك لما تدبرت كذلك إحنا لما نتدبر صورة الفتحة بنفس المعاني والأسرار والمعجزات والغرائب اللي بنذكرها مع بعضنا كده حنفهم صورة الفتحة بشكل تاني خالص وكذلك باقي القرآن متوصلين وعلى خير أن نلتقي بإذن الله